موسيقى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي التقي في نيويورك لامين العامة للأمم المتحدة والمستشارة العلمانية والمدير العامة للصحة العالمية رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي يشارك في مؤتمر افتراضي مناقشه غطة المركز الافريقي لمكافحة الامراض لاحتواء وباء جدر القرود في القارة الافريقية موسيقى إلى الآن زيارته لمنشآت تابعة لقطاعه بنوديب وزير الصيد والبنى تحتية البحرية المناية يحس طواقم هذه المنشآت على انتهاج تسهيل معقلا للبوارد موسيقى موسيقى أرحبنا بكم مشاهدي قناة الموريتانيا في النسرة الرابعة تقع فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيخ العزواني أمسي في نيويورك لابين العامة للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيريش تروى للقاء بعض القضايا الافريقية والتطورات الدولية وفي ختام اللقاء قام فخامة رئيس الجمهورية بتسجيل انطباعاته في السجل المخصص لكبار شخصياته الزائرة حضر اللقاء كل من الوزير المكلف في دوان رئيس الجمهورية الناني والشرق ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد سانو المرزوق ووزير الاقتصادي والمالية السيد أحمد والبو وسفير بلادنا لدى الأمم المتحدة سيدي والمحمد رغوف كما تلقى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيخ رازواني أمسي في نيويورك المستشارة الألمانية السيد أولاف شولتس تناول اللقاء العلاقات السنائية الموريتانية الألمانية وصوبة لتطويرها وكذلك العلاقات الألمانية الإفريقية وبعض القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء كل من الوزير المكلف في دوان رئيس الجمهورية الناني والشرق ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد ساري والمرزوق ووزير الاقتصادي والمالية السيد أحمد والبو والمندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة سيدي والمحمد الغرف كما التقى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيخ العزواني ظهر عمسي في نيويورك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريس يوس وقد تناول اللقاء العلاقات بين بلادنا ومنظمة الصحة العالمية وبين المنظمة والاتحاد الافريقي وسبل تطوير تلك العلاقات والدفع بالتعاون نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه حضر اللقاء كل من الوزير المكلف في ديوان رئيس الجمهورية الناني والشرق ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد ساري المرزوق ووزير الاقتصادي والمالية سيد أحمد والبو والمندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة سيدي المحمد شارك فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيخ العزوان صباح هامس عبر خاصية الفيديو كونفرانس من مدينة نيويورك في مؤتمر نظمه المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الافريقي وقد خصص الاجتماع الثالث للجنة الروساء دول وحكومات المراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمناقشة خطة الاستجابة التي أطلقها المركز الهادفة الاحتواء وبع جدر القرود في القارة من خلال إنشاء آلية التنسيق بين الدول ودعم وإشراك المجتمعات المحلية بالإضافة إلى تطوير قدرات المختبرات من خلال تدريب العاملين وتوفير المعدات اللازمة وقد صدر عن الاجتماع البيان الختمي الذي أكد على خطورة التحدي الذي يشكله وباء جدر القرود على النظام الصحي الافريقي هذا سجلت 29152 حالة إصابة منذ يناير 2024 لضافة إلى ذلك تأثرت جميع الأقالم الإفريقية الخمسة بتسجيل 738 حالة وفاة وقد أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا حالة طوارئ طارئة للأمن الصحي العام في القارة الإفريقية وحالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي من قبل منظمة الصحة العالمية وهنا الاجتماع مركز مكابحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا على استباقه وقيادته بتسجيل هذا الوباء وتعاونه الوثيق مع منظمة الصحة العالمية كما تم استعراض التقدم المحرز منذ انطلاق الخطط القارية لتأخب والاستجابة للوباء كما أقرت اللجنة بالتقدم الكبير المحرز في تعبئة الموارد لمكافحة وباء جدر القرود حيث أمن ما يقرب من 4.3 مليون جرعة لقاح ناصل عشرة ملايين جرعة مستثفة وقدمت انتزامات مالية بلغ مجموعها بلغ مجموعها 314 مليون دولار أمريكي ناصل 599 مليون دولار المستثفة ومن المتوقع أن يقدم الشركاء الرئيسيون تعهدات ضافية هذا الأسبوع بما في ذلك تعهدات الرئيس الأمريكي جو بايدن في شان آخر داوزير الصيد والبنى تحتية البحرية والميناء يتأمس زيارة ميدانية لمشاءات عمومية وخصوصية نشطة في مجال الصيد بن وذيبو تأتي الزيارة للتأكيد على ضرورة تسير المعقلن للموارد والحرص على أداء العمل على الوجه المطلوب في التفقدية التي شملت عدة مرافق ومشاءات اقتصادية عمومية وخصوصية بالعاصمة الاقتصادية وذيبو وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والميناءية الفضير للسيدات والأحمل لرفقة والمساعد لولايات الداخلة وذيبو محمد عبدالوهاب ولمحمد فاضل يؤدي زيارة للمعهد المريتاني لبحوث المحيطات والصيد الهدف إلى إدارة مستدامة للموارد البحرية الحية وإقامة دراسات علمية وتجارب حيث استمع الوزير إلى عرض تناول دور هذه المؤسسة وما تقوم به من خدمات في هذا المجال مع نقاش لأبرز المشاكل والمعوقات المطروحة لعمال المعهد سعيا إلى العمل على حلول لها المحطة الموالية كانت مقر الأكاديمية البحرية إذا اطلع الوزير خلال الزيارة على المصنع التعليمي لتعليب أسماك السطح بالمعهد العالي لعلوم البحر التابع للأكاديمية كما عقد اجتماعا بطاقة مها استمع خلاله لعرض مفصل عن دور هذه المشأة المحوري أما ميناء وذيبو المستقل فكان المحطة الثالثة للوزير والوفد المرافق له حيث أدى جولة داخل الميناء اطلع على ما بداخله من سوف للصيد الصناعي كما عقد اجتماعا موسعا بالطاقم الإداري وموظف المؤسسة ذات الدور الاقتصادي المهم حيث قدم المدير العام للميناء عرضا عن دور المؤسسة الاقتصادي والتنموي وما يوكل إليها من مهام وخلال كافة محطات الزيارة أكد الوزير ضرورة تقريب الخدمات من المواطنين على أساس الاستحقاق والشفافية في التسير من مهام القطاع الجديدة هي تطوير البنى التحدية الموجودة وأيضا البحث عن إنشاء بنى تحدية ميناء جديدة وهالإطار جيني الميناء أنواعي المستقل وشفنا ذيك المشاريع اللي على مستوى الميناء واللي للأسف متعطلة واللي ماتلة مقبول عنها التعطل ودور إن شاء الله ينقضوا الإجراءات اللازمة حتى يبدأ العمل فيها في أسرع وقت ممكن هذا اخترت نقوله اخترت أيضا نحث المؤسسات المزورة عن التعليمات الجديدة عن الوسائل المادية والبشرية اللي مدورة تحت تصرفهم عنها يجب أن تسير وفق المساطر القانونية المحددة لها وعن ليس هناك أي مجال للتراخي في سبيل ذلك وإن أي اختلالات تمت ملاحظتها عن ستأتي النتائج التي ترتب علي ذلك فورية هذا اخترتنا أن نحث على القائمة المؤسسات عليه ونحثهم أيضا على طروح البال عن المصادر البشرية التي تابعا لهم يا الله تسير أحسن ما يكون ويا الله ذلك الغيابات ينطرح لها البال بهالي التسير الإداري للمصادر البشرية لا يقل أهمية عن تسير الموارد المالية الزيارة شملت كذلك عدة مؤسسات خصوصية نشطة في مجال الصيد حيث عاين الوزير وضعيتها وما تقوم به من أعمال تجارية واقتصادية ومدى احترامها للمعايير الصحية والتنظيمية الشيخ الأميدي الموريتانية مدينة وديبو أدت تساقطات المطارية التي شهدتها مدينة فديرك لتسجيل أضرار مادية بعد أن غمرت المياه أحياء سكنية عدة وهم استطاعا تدخلا استعجاليا من قبل السلطات الإدارية والمصالح البلدية ليلة صعبة عاشتها مدينة فديرك عقبتها طلات مطارية وصلت حاجزة 50 ملي مترا تقريبا أسلوب البناء المتبع في المدينة المعتمد أساسا على مادة الطين كان السببا مباشرا في انهيار أجزاء من بعض المنازل التي غمرتها المياه ما تسبب بأضرار كبيرة بالممتلكات أسحاب أمتين أمتين يعطينا خيرا وسلامة سلام كان عندنا كوزين وشويات من البناء قطعا وطاح طيحت وقطعا أسحاب جاءتنا البارح وخلعتنا بشكل ما هم عقولوا ضر وخلقنا هون الحامدين المليانا وشاكرين جاءنا الحاكم البارح وبوب العمدو رفضونا طينا سواع لحتبتنا شور مقاطعهم لين عادوا مع الصباح جاينا خرصوا الدار ذا هي ضاعة بي هلم البارح جاءتنا السحاب مانع ومتين عمدوا لله هذا الحاج كامل اللي تراعي فيه وطاحت ليانا مقاصين وعللي فيه ودررنا كاملين لأقصى درجة من هذا وطالبين من الدولة تقبضنا بعيد الاعتبار وتحصي درنا وتعرف لش السلطات الإدارية في المقاطعة بالتعاون مع المصارح البلدية أطلقت عملية استعجالية لشفط المياه وردم البرك من الأحياء السكنية المتضررة بالنسبة للمقاطعة في ديرك تعرض الاسحاب الحمد لله في أقل من أسبوع مرت والحمد لله كانت لضرار البشرية معدومة فما ضرار مادية بسيطة وإذا هم احنا متباركين معها عملية شفط هون على مستوى المقاطعة يعدلنا مراكز إيواء أصلا نستقبل فيها حالات طريقة لعله كأن نعمل الاستعداد لعله تخلق حالات طريقة والبارح الحمد لله لكن اللي يخلق منها عادي استقبلنا مجموعة أسر جيناهم ورفضناهم من نماكنهم وجبناهم البلايسي وعقبوا الحمد لله هنين عادل يوم واشفط عنهم الموقل وإذا هم ديارهم ما تأثوا رجعوا لماكنهم الحمد لله فهم عملية إحصاء كلفنا بها الدراك الوطني يعلم أنه يعدل عملية إحصاء للناس المتضررة كاملة تشكل الطبيعة الصخرية للطربة في مدينة فديرك آيقا دون تصريف مياه الأمطار وما يزيد الطين بالله التوقعات بتساقطات مطرية خلال الأيام القادمة ما قد يؤدي لتفاقم الوضع اقتالي الصادق قناة الموريتانية مدينة فديرك نتواصل ليلو السبوع الثالثة على التوالي الحملة الوطنية للحد من الاختناقات المغرورية بنواكشوت وتعمل شرطة المغرورية على تنظيم حركة السير وتطبيق العقوبات اللازمة في حق مخالف القانون الحملة الوطنية لتأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المغرورية تدخل أسبوعها الثالث هنا تبدو الحركة في طرق واكشوت أكثر سيابية من ذي قبل شرطة المغرورية ترابط في ملتقيات الطرق من أجل الالتزام بضوابط السير وشرط السلامة الحملة زينة ماشا الله الله الحملة زينة ونختار أموالي لا التواصل إن شاء الله بلي ماشا الله الطريقة مفتوحة كاملة فبنت الوقت متى ووقفوا في كل بلاصة يبقوا وبفو فيها وذاك زين حتى ما يخسر شي لا يقول السايقين لا عنهم يتكيسوا أول شيقة بلي كياسة زينة لهم ورواية الأخرى عنهم بعد لا يحظوا دائما يتموا دائما يسيروا درواتهم لا يوقفوا بلاصة ما يوقفوا فيها يوقفوا لا بلاصة الطريقة تنقذ من المواطنين كانت تطبيق المواطنة تنقض بفتح طبيعة قد وقف لي ونأخذ لي هذا هو الممكن تزيل الحياة يكون مسيحة ومسيحة والناس اثناء انقلت تجدي تقسيرها يالتهم زاد الماليهما يتموا يسيروا درواتهم بالطريقة اللي يسيروا بها درواتهم دائما يوقف على قدرهم لكن ما هم محترم لا يتواسع وحد المالي كامل راكب بتاكسي ووقف بها لقدرهم يالتوا يبا به اللي ينقذ هو نفسه ينقذ المالي الناس اللي اخرج يراكب ببعاه نوام السير زين وما اقول انا شكر معي نوام السير يقير المالي يالتهم يعدلون نطرحوا فيه بصاجتنا ونرفضوا فيه بصاجتنا اللي جبرنا منها والنوام زين عندنا حتى والله هو قال يتواسع قضيت قدروا نسقل ما تلات واقف عليه ملا طابلة ولا ملا شيء هذا زي يقير المالي بالنسبة لنحنا هؤلت تاكسيات اتنا متضايقين من هاي الناحية المعادلان ما تلاتنا نقذ نوقفه والله ما اعطينا بارك نقذ نوقفه فيه وهي في الحقيقة يالتهم يطرحوا لنا اللفته وفي اطار هذه الحملة تواصل الفرق العاملة في بلدية تفازين وشريكها المحلي موريستات على تنظيم مواقف عمومية آمنة للسيارات على مختلف المحاور الطرقية في مقاطعة تفازين من اجل وضع حد للتوقف العشوائي على الطرق راكم لاحظتوا في ذول الزاكس اللي زرتوهم اليوم لانحركة السير فيهم تتم بسيابية تامة الحمد لله طريق مفتوحة والناس بدأت تتجاوب مع هذه الحملة اللي لديتها السابعة كلها يجيوا يوقف المواقف اللي مخصصين أصلا اللي هو باركينج المواقف المخصصين للتوقف ويجنبوا بالمواقف اللي ما يوقف مديوني نقع فيهم ديبانو ستاسيون مع انتردي راجعين من جميع المواطنين ويتموا مواصلين هذه الحملة اللي معدلاء لهم ويوفاون من قضية التوقف العشوائي وذلك الأمور اللي تتخل بحركة السير داخل المدينة ورغم مروري السابعة على هذه الحملة التي تستمر أربعة أشهر إلا أن السلطات ما زالت تكثف الجهود وتعول على التعاطي الجابي للسائقين مع هذه الحملة من أجل تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية وسلامة الأشخاص والممتلكات والحد من حوادث السير السيد محمود الموريتانيا نواك شوت عقدت اللجنة المقاطعية للتعليم في مقاطعة تنبود اجتباع من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد ونقاش آلية تعميم زي البدرس الموحد على تلاميذ المدرسة الجمهورية وقد أدت اللجنة زيارات لبعض المؤسسات التعليمية الوقوف على مخلفات الأمطار واتخاذ التدابير لتضيف وتهيئة المدارس استعداداً لافتتاح العام الدراسي الجديد يأتي هذا الاجتماع الذي ضم السلطات الإدارية في مقاطعة تنبود إلى جانب المتخبين وممثل قطاع تربية وإصلاح نظام تعليمي وأباء التلاميذ من أجل تدارس وضعية المؤسسات التعليمية في هذه المقاطعة وبحث آلية التعميم الزي المدرسي الملزم لكافة التلاميذ هذا العام في إطار تطبيق مخرجات المدرسة الجمهورية في سنتها الثالثة وبعد هذا الاجتماع عدت اللجنة المقاطعية للتعليم زيارات شملت ورشة خياطة وتجهيز الزي المدرسي الموحد المفتوحة في المدرسة رقم واحد إضافة إلى مدرسة بود القديم التي تشهد إنجاز فصول دراسية يتوقف العمل حاليا في تشهيدها وكذا إعدادية الحي التي تعاني كمختلف المؤسسات من مخلفات الأمطار تمشيا مع التعليمات السامية المتعلقة بإنجاح المدرسة الجمهورية وتم الحديث عن توفير الزي وقادنا ذلك لزيارة ورشة المقاطعة وطلعنا على مستوى الجودة الموجود بها وعلى الخبرة التي يتمتع بها القائمين على الورشة ومن فمزرنا عدة مؤسسات تعليمية ثانوية وأساسية للطلاع على المستوى الذي فعلا يحتاج العمل كبير من أجل تأهيل المدارس نظرا لجودة موسم الخريف هذا العام وكثرت الأحشاب داخل المباني وهذا طلب جهد طلبنا من الآباء والفاعلين والبلدية والجهة لأنها كلها بدورة لكن يستاهم به وهدفنا هو على أن نعود جاهزين يوم الثلاثين لإياك ذاك الأسبوع الما قبل الافتتاح الفعلي يعود مرحلة لإجراء التحسينات اللازمة وتواكب الرابطة المقاطعية لأباء تلاميذ فنبوت تحضيرات الافتتاح المدرسي بالتنسيق مع سلطات الإدارية مفتشية المقاطعة لضمان طلاقة جيدة في اليوم الأول من الدراسة مشينا يمس في زيارة للمؤسسات التعليمية لمستوى المقاطعة وطالبين من ذلك من بر للآباء والجهات المعنية المساعدة في قلع ذا الربيع واللوساخ والدمال لحاصر في المدارس وخلقت يجمع اليوم حول الزي وحول افتتاح المدرسة وشدنا فيها الأخبار وكان شد الأخبار على المستوى وراجم عنده لنا لا توفيق إن شاء الله في توفير الزي المدرسي كما طالبت الدولة يذكر أن مقاطعة تنبوت استفادت خلال السنوات الأربع الماضية من تشهيد العديد من المدارس والإعداديات ساهمت في استعاب تلاميذ والطلاب وحسنت من واقع البنية التحتية في هذه المقاطعة ذات الكذافة السكانية الكبيرة محمد علي السالك لقناة الموريتانية مقاطعة تنبوت تتواصل فعاليات نسخة الولاء بمهرجان بلدية سيل بابل الثقافة والفنون حيث شهدت المدينة مساء أمس تنظيم أنشطة ترفيهية وسهرات فنية وموسيقية متنوعة الأولى من ليالي مهرجان بلدية سيل بابل للثقافة والرياضة والفنون تميزت بتنظيم ثقارات موسيقية تناولت أبرز القضايا الثقافية وعالجت أهمية الاعتزاز بالتراث المحلي والتنوع الحضاري والاجتماعي الذي يميز سكان المنطقة نحن ننظم الأولى ليالي مهرجان الثقافي والرياضي لبلدية السيل بابل نشكر السلطات على تسهيل جراءات والإشراف على تنظيم هذه التظاهرات الشبابية التي تضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية وتهتم بالفنون والقضايا والفنية والمحلية مهرجان السيل بابي تميز كذلك بأرض نماذج من الصناعات المحلية والفنون التقليدية وتنظيم مسرحيات وعروض ترفيهية متنوعة أبرزت الدور الكبير الذي تطلع به الثقافة المحلية في تعزيز روابط الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وتستمر تظاهرة السيل بابي الثقافية والرياضية لثلاثة أيام يتم خلالها تسليط الضوء على أبرز القضايا الوطنية والتنمية المحلية شوق محمد فال لقناة الموريتانية مدينة السيل بابي بسياق متصل نظم نادي العزلات الثقافي والرياضي بقرية العزلات تتابعة لبلدية بوحددة بمقاطعة علاق حفلا ختاميا لأيامه الثقافية هذا العام وقدمت خلال الحفل جوائز وتكريمات تشجيعية للمتفوقين من أبراء القرية تتويجا لأيامه الثقافية نظم نادي العزلات الثقافي والرياضي هذا الحفل الختامي للأنشطة الرياضية والتثقيفية التي أطلقها منذ أسبوع ضمن عادة سنوية دأب عليها هذا النادي منذ تأسيسه في الثمانينات ويحرص القائمون على نادي العزلات على استمرار عطاء النادي وتبنيه فكرة تشجيع شباب هذه القرية التابع لبلدية بحديدة بمقاطعة ألاك في المجالات الثقافية والرياضية نشاكرين هذا النادي لأنه من نوادي اللي دائما يعدل هؤلاء اليام الثقافية الرياضية ونحن شاكرينه لها ومهنئينه ونحن بعدين نقوله مننا من اليوم ما يديله ليده ومستعدين له لكن ليخدم المصلحة الآن قدمت في هذا الحفل جوائز وتكريمات تحفيزية للمتفوقين من أبناء القرية في الأقسام المدرسية والحاصلين على الإجازة في القرآن الكريم خلال هذه السنة فقد تأسس نادي العزلات في الثمانينات من القرن الماضي ودأب على تنظيم أيام ثقافية سنوية في العطلة الصيفية تتخللها مسابقات في القرآن والثقافة وأنشطة رياضية وحملة للنظافة وتقسيم الجوائز وتتضمن الأيام الثقافية للنادي أنشطة تطوعية وتوعوية حافلة بالعطاء يجسد من خلالها القائمون عليه محورية العمل الثقافي ودوره الفعال في بعث روح التسامح والتعايش المشترك محمد لميل هادي قناة الموريتانية قرية العزلات ببلدية بحديدة السياق ذاته لكن هذه المرة من مقاطعة ودنق أشرفت السلطات الإدارية بقرية تنوى كوديل على انطلاق فعاليات النسخة السابعة من الموسم الثقافي الذي دأبت رابطة الأحبة للعمل الثقافي والخير على تنظيمه كل عام تزامنا مع موسم الخريف النشاط عبارة عن موسم ثقافي اعتادت رابطة الأحبة للعمل الثقافي والخيري التي تضم الشبابا وأطرا ووجهاء من قرية تنوى كوديل التابعة لمقاطعة ودنق على تنظيمه كل سنة تتويجا لسلسلة من النشاطات التوعوية والتثقفية التي يباشر الشباب القرية التنسيق والإشراف عليها الحفل شهد تكريما لعاذ من أبناء القرية ممن نالوا شرف الحصول على الإجازة في القرآن الكريم هم تقديم جوائز رمزية للمتهوقين في الامتحانات والمسابقات الوطنية تشجعا لهم على مبذلهم جد ومثبرة طيلة العام الدراسي المسترم إن هذا الحفل يمثل حصادا لعام من البذل والعطاء والعمل الدؤوب لهذا المكتب الذي انتخب وكلف بتسيير الرابطة خلال عام كامل فقد حرصت الرابطة على تطبيق برنامجها الثقافي والخيري عبر أماناتها المختلفة كما نظمت عدة نشاطات ذقافية وعلمية وتعليمية ودرست مجموعة من الكتب الفقهية طيلة الشهر المبارك شهر رمضان الكريم هذا ولعبت أمانة العمل الطوعي والخيري دورا بارزا في تطوير مستويات الطلاب الذين يشاركون في المسابقات الوطنية ممن عكس بشكل إيجابي على مستويات التلاميذ والطلاب وحققت نتائج مبيرة بعد ذلك توالت مداخلات الحاضرين الذين ثمنوا في المجمل أهمية العمل الجماعي لخدمة التنمية المحلية واستعرضوا نماذج من التدخلات الاجتماعية التي أسهم بها أبناء قرية تنواكوديل في إحياء قريتهم العتيقة وينعاش الساحة الثقافية بها مختار بابا أحمد وقناة الموريتانية قرية تنواكوديل بمقاطعة وادناغة وبهذا التقرير مشاهدين الأعزانة وإياكم الأخطة من نشرة الرابعة إليكم تذكيرا بعناوينها البارسة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي ينتقي في نيويورك كلامين العامة للأمم المتحدة والمستشارة الألمانية والمدير العام للصحة العالمية رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي يشارك في مؤتمر افتراضي وناقش خطط المركز الافريقي لمكافحة الأمراض احتواء وباء جدر القرود في القارة الافريقية خلال زيارته المنشأة تابعة لقطاعه بين وذيبو وزير الصيد والبنى تحتية البحرية والمينية يحس طواقم هذه المنشأة على انتهاج تأسير معقلن للموارد شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة